تحذيرات على قدم وساق لاستعدادا للدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه إلا ثماني أربعون ساعة هذا ما وقفت عليه كاميرا جيلدزاد هنا ببلدية أولاد فاية غربي العاصمة من ترميمات وتهيئة للمدارس بغلاف مالي تجاوزا ثمانية عشرة مليار سنتيم خصصنا مبلغ 18 مليار سنتيم لترميم عشر مدارس ترميمات خاصة كل مدارس امتهت ترميمات ما زلونا زوج مدارس ليرا هم رح تنطلق فيهم بعض العمليات عن قريب اللي هي مدرسة علي شكير ومدرسة مهدي مهوب حتى المطاعم المدرسية لها نصيب من الدخول الاجتماعي وبالنسبة تغطيات تتجاوز 70% لاستقبال تلاميذ الطور الابتدائي في انتظار دخول مطاعم جديد حيز الخدمة بداية من الأسبوع المقبل حسب المسؤولين حار الحد بإذن الله يبدأوا يكون التلاميذ في قاع المطاعم مباشرة مع الدخول للمدرسة أما في خصص مطاعمين مطاعم الكرمة ومطاعم مولاهم مطاعم مولاهم راح أنقور مطاعم الكرمة خلاص العملية به اتجهز ورح ينطلق بإذن الله البالح كنا في اجتماع رسمي هنا مع مفتش المطاعم مفتش الإداري والمديرين اللي راح ينطلق بإذن الله يوم الأحد المطاعم حاليا عدنا مطاعم اللي يوكل زوج مدارس هو مطاعم علي وفوت عدنا المطاعم هذا إن شاء الله يكون مطاعم مركزي ما زال شوية لكل حال بش يوزع الأقر ربع مدارس وحد أخرين عدنا الأربع مطاعم متبقية يبقى وين ملقيناش أرضية وين ديروا مطاعم ونفس الوقت هذوك الناس هذوك يسكنوا فيهم أمان مدارس يبقى الحرص وتجهيز كافة الوسائل من مدارس ومطاعم وحتى النقل لأبنائنا التلميذ والصهر على رحاتهم من أجل ضامن دخول ناجح وبداية سنة دراسية جديدة في مشوارهم الدراسية ترجمة نانسي قنقر